بسم الله الرحمن الرحيم معكم زميلكم صويب الشبطات ان شاء الله في هذا الفيديو راح نكمل شرح شابتر البوندينج اند ايزوماريزم راح نحكي عن الريزونانس راح نحكي عن الفوربلل شارج والفونكشنال يونيتس نبدأ بالريزونانس تعريف الريزونانس بقولك is the movement of electrons and then of charge يعني حركة الالكترونات وحركة الشحنات لكن حاطلك بين قوسين بطنط الاتومس يعني ما في عندي حركة للذرات انا عندي حركة للشحنات ولا الالكترونات امتى بدها تصير هاي الشغلة وليش اه نخذ عندنا مثال بسيط بس مركب الاوزون اللي هو بيكون او ثري لما بنيجي نرسمه حسب اه اشكال لويس باجي اول شي قلنا بنحسب الفيلانس الالكترونز عندي هو في المجموعة السادسة الاكسوجين وعندي منه ثلاث ستة ضرب ثلاث عندي طمانتاشر الكترون بعدين بحط سنترالاتوم اللي هي واحدة من هاي الاكسوجينات وبربطها بالالكسوجينتين الثانيات بروابط وحادية والخطوة البعض هي اني بوصل الالكترونات الطرفية لوضع الاستقرار كل واحدة بعطيها كمان ستة الالكترونات غير الالكترونين الرابطة بصير عندي كل واحدة عليها ثمانية استقرت ثمانية وثمانية ستتاش انا ضل عندي الالكترونين بحطهم على السنترالاتوم طيب هل السنترالاتوم وصلت لوضع الاستقرار هنا عليها ستة الالكترونات اذا لا ست الالكترونات حكينا الحصة الماضية انه لما يكون السنترالاتوم عليها 6 إلكترونات معناها هي بحاجة لرابطة ثنائية طيب الرابطة الثنائية تعملها مع اللي على اليمين ولا مع اللي على اليسار ما بفرق لأنه 2 أكسوجين لو تعملها مع اليمين واحد من أزواج الإلكترونات بنزل وبعمل عندي الدبل بوند وهيك بتكون رسمة المركب انتهت لان لما نيجي نحسب الفورمال شارج إحنا راح نشرحها لبعدين بتفصيل أكثر لكن مبدئيا نيجي الفورمال شارج للأكسوجين هاي 6 ناقص حواليها 6 تطلع شحنتها 0 ونفس الشي لهاي الأكسوجين 6 ناقص حواليها 5 بتطلع موجب 1 وللأكسوجين الثانية بتطلع سالم 1 كيف نحسبها بعدين من نتعلمها لكن الفكرة شو؟ إنه كل ذرة بتحب توصل لها لهو وضع الاستقرار اللي هو ما يكون عليها ولا شحنة فالأكسوجين هاي اللي على اليسار بتغار من اللي على اليمين و بتقول ليش اللي على اليمين مستقرة وأنا لا معنا الثنتين أكسوجينات أنا كمان بدي أعمل رابطة ثنائية بتنزل زوج إلكترونات وبتعمل مع هاي رابطة ثنائية الآن الأكسوجين اللي في النص صار عليها عشرة فبتقول للأولانية خلاص لأخذي إلكتروناتكي لأنه أنا بكفيني ثمانية فبرجعوا لأكسوجين اللي على اليمين إلكتروناتها بس يرجعوا إلكتروناتها بتصير الفورمال شارج تاعتها سالبة وهاي بتصير إيش متعادلة بعد ما عملت الدبل بوند فاللي صار إنه أنا كان عندي شحنة سالبة هون وانتقلت الشحنة السالبة لهناك بدون ما يتغير أي إشي على أماكن الذرات أو على تركيب المركب كامل ففكرة الريزونانس إنه بيكون عندي زي هيك أكثر احتمالية أكثر من احتمالية للذرة إنها تعمل رابطة ثنائية لكن هي بتكون بدها وحدة منهم بس طبعا رابطة ثنائية غالبا أكثر من ثلاثية يعني بالروابط الثنائية بصير الريزونانس أكثر شيء بتكون بدها تعمل رابطة ثنائية وحدة عشان توصل لحالث الاستقرار لكن في عندها أكثر من خيار كل مرة بتعمل مع أحد هاي الخيارات فبنتج عندي عدة أشكال من سميها الريزونانس هنشوف الأمثلة اللي موجودة عنا مركب لسي أو ثري بويدس تو لما أجي أرسمه حسب لويس الكربون أربعة وعندي ثلاث أكسوجينات طمانتاش فبتصير أربعة زائد الثمانتاش ناقص الناقص الثنين اللي هي بتصير زائد اثنين اللي هي الشحنة فبطلع عندي قديش؟ أربعة وعشرين إلكترون بس يحط السنترال أتم اللي هي الكربون اللي هي الأقل عدد واللي أقل كهروسلبية وبربطها برابطة أوحادية مع كل الأكسوجينات وبيكمل رسمة لويس حسب ما تعلمنا بلاقي إنه السنترال أتم ناقصها رابطة ثنائية بكون عليها ست إلكترونات وبنقصها رابطة ثنائية طيب في حواليها ثلاث أكسوجينات بتقدر كل مرة تعمل مع هاي الأكسوجينات بما إنه هون الظرة المركزية محتارة مع الأكسوجينات تعمل تعمل معهم الثلاث كل مرة مع واحدة مرة مع اللي فوق مرة مع اللي تحت عالي يصار مرة مع اللي تحت عالي يمين فهونا بتنتج عندي أشكال هاي الأشكال الثلاثة من سميها وممكن نرسم لها هاي الرسمة النهائية اللي هي ملخص الريزونانس الثلاث أشكال لأ لهم المثال الثاني مركب البنزين البنزين اللي هو صيغته C6H6 6 كربونات مع 6 هيدروجينات رسمته بتكون على شكل حلقة وفيها ثلاث روابط ثنائية الثلاث روابط الثنائية مبدئين بس عشان نعرف نتعامل مع هاي الأشكال الأشكال اللي بتكون ما فيها رموز للذرات دائما نقطة التقاطع هاي اللي هون بتكون هون هاي كلها بتكون كربون كل نقطة التقاطع هاي بتكون كربون والهايدروجين لا يعبر عنه في هاي الرسمات والأكسوجين يكتب صريح إذا كان فيه عندي أكسوجين رح أرجع أحكي لكم عنهن بعدين بس نخلص موضوعناها فبيتكون عندي عبارة عن 6 ذرات كربون الهايدروجين قلنا ما بيكون مبين في الرسمة اللي بهمني إنه هسا فيه عندي روابط ثنائية بين كل كربونتين جنب بعض تمام هاي الكربونة لما إجوا يرسموا لها رسمة لويس كان بإمكانها تعمل رابطها الثنائية مع هاي الكربونة أو مع الكربونة اللي عايسارها ونفس الشي لكل وحدة فيهم فاللي بيصير بس إنه إيش بتتبدل أماكن الروابط الثنائية بدل ما هي كانت هون أول وحدة بتصير لعليسار واللي كانت هاي لتحت صارت على الجنب واللي كانت على اليسار بتصير لتحت هون فبنرسم رسمة كاملة للبنزين توضح لأشكال الريزونانس الاثنين اللي هي الحلقة السداسية يعني فيها 6 كربونات مع دائرة في الوسط طيب مثال من الصيغ اللي بتيجي في الامتحام يقول لك which the following is a resonance structure of this compound أو هذا المركب يعني المركب عندي كربون عمل رابطين مع الهايدروجين رابطة ثنائية مع النيتروجين ورابطة ثنائية مع النيتروجين الثانية الآن معروف عن النيتروجين إنه عشان يستقر بحب يعمل ثلاث روابط مش رابطين ولا يعني أربع روابط ثلاث روابط ما بهمني هذا الحكي بالنسبة للنيتروجين بالنسبة للنيتروجين اللي في الطرف بدلا ما يكون عليها زوجين إلكترونات غير رابطة ورابطين الأحسن لها إنها تكون عندها ثلاث روابط بتنزل زوج إلكترونات تعمل منه رابطة ثلاثية وبيكون عليها زوج إلكترونات واحد تفسير هذا الحكي لما نيجي نحسب بس نتعلمها كمان شوي تمام؟ لعن بس تنزل زوج الإلكترونات وتعمل رابطة بتضطر النيتروجينة تكسر أحد روابطها مع الكربون وتعملها على شكل زوج إلكترونات غير رابطة لأنه النيتروجين اللي في الوسط كمان ما بدها عشر روابط بكفيها ما بدها عشر إلكترونات بكفيها ثمانين الآن بشوف أنو الشكل اللي نتج عن هاي الحالة اللي هو بطلع عندي فرع كربونة عليها زوج الإلكترونات زي ما شفنا وعامل رابطة واحدة مع النيتروجين والنيتروجين عامل رابطة ثلاثية مع النيتروجين اللي بجنبه وعليه زوج إلكترونات واحد غير رابط فالإجابة عنا بتكون لفرع واحد هي C فرع اثنين عندي كربونة عليها موجب ومرتبطة بCH3 وCH3 واكسوجينة على الطرف هات هون مساعدك في السؤال وحاطلك الفورمال شارج تبعاتهم انو الاكسوجين عليه فورمال شارج سالبة والكربون موجبة ولانو الاكسوجين كذرة طرفية انا الدرنة المركزية ما بتهمني اكتر شي بيهمني اكثر شي الطرفيات انهم يستقرون فلانو الطرفية هاي ما بتحب يكون عليها شحنة سالبة بتنزل زوج الكترونات تعمل منه رابطة ثنائية عشان تصير الفورمال شارج الها صفر ولما تعمل رابطة ثنائية رح تروح الشحنة الموجبة عندي عن الكربون فالشكل اللي بينتج عندي هو الشكل الموجود فعليا في فرع C اللي هي كربونة لرابطة ثنائية يعني مع الاكسوجين والاكسوجين بيصير عليه اربع ازواج الكترونات غير رابطة بدل ما كان عليه ستة سؤال رقم ثلاث بيقولك الي هو الموجود عندي في الصورة يعني بيقولك حركة الالكترونات اللي مبينة عندي في الصورة عن طريق الاسهم وصلتني لأي اشكال الريزونانس بدي اشوف شو بدل يصير هون عندي زوج الالكترونات غير رابطة نزل عمل رابطة ثنائية مع الكربون بين الاكسوجين والكربون فلازم اشوف مركب عمل رابطة احادية مع الكربون وفي عندي رابطة ثنائية بين الكربون والاكسوجين ويش عندي كمان الرابطة الثنائية واحدة منهم عطت الكتروناتها ورجعتها للأكسوجين فبدا تكون رابطة احادية مع الاكسوجين زي الموجودة عندي هون في فرع C هون عندي رابطة ثلاثية مع الاكسوجين اللي فوق لا ورابطة احادية برضو مع التحت لا هون رابطة احادية مع التحت ما بديها هاي ما بديها. فانا عندي هاي. وهاي. واللي عندي هون. هون في او خلينا نمشي فيهن بالترتيب. فرع بي. حط اللي شو اسمه? رابطة ثنائية مع الاكسوجين زي ما شفنا تكون. وهو شايل الرابطة الثنائية اللي كانت مع الاكسوجين اللي فوق. لكن مش مرجع الالكترونات عليها. نخليها باربع ازواج الالكترونات غير رابطة. فبيكون بيه غلط برضو. وفرع دي. اه نفس الشي مش مرجع لي الالكترونات للأكسوجينة. فبيكون فعليا برضو جوابي هون فرع. طيب هاي ملاحظة صغيرة بس عشان اشكال الاسهم اللي بتكون موجودة فيه المعادلات. انه لما يكون عندي السهم اه برأسين اللي هو رايح وراجع. هذا بيدلني على ايش? او اللي هو الاتزان الكيميائي. اللي هو ايش? لما يكون عندي مثلا اه مثلا اه وبي. حط اللي زي هيك. سي ودي. سي زائد دي. هذا المعناها انه انا فيه عندي هون اتزان. كمية ال او بي اللي بتفاعلوا عشان يطلعوا لي سي ودي. نفسها كمية سي ودي اللي بتفاعلوا عشان يرجعوا ويكونوا لي او بي. فبيكون انا عندي اه وسط الاتزان برمزه بهذا السهمين. بينما السهم هذا بنستخدمه فيه اشكال ال اه عشان يدلني انه هم ايش? اه تقريبا زي بعض. زي ما موجود في الطبيعة بنفس النسب. طيب الفورمال شارج واللي هي بنستخدمها هسه عشان نفسر الرزونانس. الفورمال شارج اه هي الشحنة الفعلية للذرة في لما يكون في عندي روابط كوفيلانت. لما يكون في عندي روابط كوفيلانت. فا كيف بحسبها? باخد الفيلانس اللي هي عدد الالكترونات المدار الاخير او اللي هو نفسه رقم المجموعة بالنسبة للذرة. وبطرح منه شو? مجموع عدد الروابط وعدد النقاط او اللي هي الالكترونات المنفردة حوالينها. تمام? اه نشوف المثال اللي عنا. اس او فور ماينس تو. اذا ما كان راسملي الرسمة بدي اضطر اني ارسمها لحالي. لكن هون هي راسملي اياها على الجنب. نيجي للفورمال شارج لذرة الاس اللي في النص. الفيلانس لها. اذا ما بعرفه برجع للجدول الدوري. اللي هو ستة لانها في المجموعة السادسة. فباخد ستة. ناقص مجموع النقاط والروابط اللي حواليها. كم في نقطة اللي هي كم الكترون منفرد حواليها? ما في عندي ولا واحد. اذا صفر. زائد. كم في شحطة اللي هي رابطة حواليها? واحد. نين ثلاث اربعة خمسة ستة. اذا صفر زائد ستة. ستة ناقص صفر زائد ستة. بطلع عندي الناتج صفر. اذا الفورمال شارج للكبريد صفر. بيكون عليها ولا شحنة. طيب الفورمال شارج للرايت والليفت اكسوجين لانهم زي بعض. الاصل انه يكون اه موضح للالكترونات تابعونهم. صورة مش موجودة فيها. تمام. اه الرايت والليفت اكسوجين انا عندي ستة اللي هو لانه الاكسوجين في المجموعة السادسة. الفيلنس اله ستة. ناقص. كل اكسوجينة منهم حواليها ست نقاط. وكل واحدة منهم عاملة رابطة واحدة. طبعا هو الاصل نحسب لكل ذرة لحال لكن انا اختصارا لانه ذرتين متشابهات. فبتطلع عندي سالب واحد اللي هي الشحنة اللي مكتوبة على كل اكسوجين. طيب بالنسبة للفورمال شارج للأبر واللور اكسوجين. الاكسوجين اللي فوق والتحت انهم زي بعض حسبناهم مع بعض. ستة الفيلنس ناقص. اربع نقاط حوالين كل واحدة. زائد اثنين اللي هي كل واحدة فيهم عاملة رابطين. فبطلع عندي ستة ناقص اربعة زائد اثنين. بطلع عندي الناتج صفر ما بيكون عليهم ولا شحنة. طبعا بعد ما انا اشوف صيغة المركب النهائية واحسب له الفورمال شارج سهل عليها السا اتوقع انه يصير في عندي رزونانس هون. هاي الاكسوجين تقول انا بدي انزل الكتروناتي هذول و اعمل رابطة ثنائية. شان تصير الفورمال شارج تعت صفر بدل ما هي سالب. والاكسوجين اللي على اليسار نفس الشي. فيصير عندي الرابطين الثنائيات هون. وهي ترجع الكتروناتها وهي ترجع الكتروناتها. فمفهوم الرزونانس والفورمال شارج مرتبطين في بعض. لما يصير عندي اه فورمال شارج فروق يعني فرق بالفورمال شارج لاثرتين متشابهات بتوقع انه يصير في عندي ايش اه رزونانس. طيب الاسئلة اللي بتيجي بالامتحان برضو بتكون بهاي الصيغة. قل لك الساين ده فورمال شارج فور ده انديكيتد اتم. بيأشر لك على ذرة و قل لك احسب لي الفورمال شارج تبعتها. لان الذرة اللي مأشر عليها عندي هي كربون. الكربون في المجموعة العفو الرابعة مش الخمسة. ناقص مجموعة . كم في نقطة حواليها? عندي ثنتين. هاي اثنين. زائد. كم في عندي شحطة حواليها? ثلاث. اثنين زائد ثلاث. فبتصفي اربعة ناقص خمسة تطلع الاجابة عندي سالب واحد. رح نتعلم شغلة لبعدين في شغلة لقدام يعني في موضوع لقدام. اني اضيف ايش روابط هيدروجين لذرات ننصه. اه لو وقتها منفهم شو يعني هذا الحكي لكن هون ايش? في هاي الحالة في الفورمال شارج انا ما بضيف ولا اي رابطة من عندي. يعني لو قل لي كانت عاملة ثلاثة روابط. وما عليها زوج الكترونات غير رابطة. ما بافترض لحالي انه في عندي رابطة هون مع الهايدروجين. اه ليش حكيت هذا الحكي? اه هسا راح نفهمها بعدين بس نحكي عن فكرة اضافة الهايدروجين. لكن المبداية اللي بدي اياكوا تعرفوا انه لما نيجي نحسب فورمال شارج بحسبها زي ما هي مرسومة قدامي بدون ما اضيف عليها ولا اي شي. لانه بالعادة بصير في خربطة بين الطلاب بعد ما يتعلموا الشغلة الثانية هذيك. اه فمن من البداية بدي انبهها على هاي الشغلة. طيب مثال ثلاث. قولك ان كاربون مونوكسايد اللي هو مركب سي او. وهي رسم لك رسمته هون. كربونة عليها زوج الكترونات ورابطة ثلاثية مع اكسجينة عليها زوج الكترونات. قولك كاربون اند اكسجين هاس فورمال شارج رسبكتفلي يعني على الترتيب. كربون اول بعدها اكسجين. شو هنه الفورمال شارج تاعتهم. باجي على الكربون. اربعة لانه في المجموعة الرابعة ناقص. نقطتين. زائد طبعا بين قوسين عشان ما اخربط. زائد ثلاث روابط. اربعة ناقص خمسة في عندي سالب واحد. طبعا الخيار الوحيد هو بي. لكن طبعا لازم اتكد من الاكسجين لانه ممكن في الامتحان يكون عندي اكثر من خيار يكون سالب واحد. طي باجي للاكسجين في المجموعة السادسة. ناقص. انا عندي عليه نقطتين وثلاث روابط. فبتصير ستة ناقص خمسة موجب واحد. اذا سالب واحد للكربون موجب واحد للاكسجين. هاي معنى كلمة رسبكتفلي. يعني على الترتيب. طيب سؤال رقم اربعة. قولك what is the formal charge of nitrogen in HNO3 as seen aside. حسب الرسمة هاي. شو الفورمال charge للنايتروجين? النايتروجين في المجموعة الخامسة. ناقص ما في عليه ولا نقطة. وفي حوالي اربعة روابط. خمسة ناقص اربعة. تطلع عندي ايش? موجب واحد. سؤال رقم خمسة. the formal charge in the complex R. هون اطالبها لكل ذرة من المركب. الهايدروجينات رح يكونوا كلهم نفس بعض لانه كلهم عاملين رابطة واحدة. الاكسجين في المجموعة الاولى. ما في عليه ولا نقطة. وعامل رابطة واحدة. واحد نقص واحد يساوي صفر. لازم تكون صفر لكل الهايدروجينات. هذا بالنسبة للهايدروجين. نيجي بالنسبة للبورون. البورون بالمجموعة الثالثة. برجع بأكد. اذا انت معارف بأي مجموعة. تدرع للجدول الدوري. ناقص. ما في حوالي ولا نقطة. لكن في حواليه اربع روابط. ثلاثة ناقص اربعة. بتطلع عندي سالب واحد. وبالنسبة النايتروجين. النايتروجين في المجموعة الخامسة. في حواليها اربع روابط. ما فيه ولا نقطة. بتطلع عندي موجب واحد. فبدور على الخيار من الخيارات. اللي بقول انه كل الهايدروجين صفر. والبورون سالب واحد. والنيتروجين موجب واحد. اي بيقول لي الصفر. موجب واحد للنيتروجين وسالب واحد للبورون. اذا مبدايا اي هو الخيار الصحيح. لكن لازم اتكد من باقي الخيارات شو فيها. طيب. سؤال ستة. احنا شرحنا في المحاضرة الماضية وهنا للتأكيد. طيب. زي هيك بتيجي صيغة السؤال برضو في الامتحان. بيأشر لي على ذرة. بقول لي شو تبعها. لاحظ انه كربون عامل ثلاث روابط مع الهايدروجين ورابطة مع الكربون. فلما اجي اعدهم انا بقول SPPP فانا عندي جواب SP3. التوبيك اللي عندنا اياه اخر شي هو الفونكشنال جروب ان ايزومرز. الفونكشنال جروب ان ايزومرز. اللي رح ندرسه خلال مادة العضوية. من اولها لاخرها قلنا عدة شباتر. كل شابتر رح يحكي تقريبا عن احد المركبات العضوية. الكينات الكينات الكينات. فما بدين هسا بدنا نتعلم الفونكشنال يونيتز تاعتهم. كيف اميز كل مركب عن الثاني. فاول مركب عنا هو الالكينز. الالكينز بتتميز بوجود رابطة ثنائية بين كربونتين وما في عندي اي انواع اخرى من الذرات. يعني ما في عندي اكسوجين ولا كبريت ولا نايتروجين ولا اشي. بس كربون وهايدروجين وفي عندي رابطة ثنائية بين الكربون. هذا بيكون الكين. الالكاين في عندي رابطة ثلاثية بين كربونتين. وبرضه ما في عندي ولا نوع تاني من الذرات غير الكربون والهايدروجين الأرين هنا بيعبر لي عن حلقة البنزين الأرين أو المركبات الأروماتيك اللي هي العطرية اللي هي عبارة عن حلقة بيكون فيها حلقة بنزين اللي هي الحلقة السداسية اللي فيها ثلاث روابط ثنائية حلقة سداسية فيها ثلاث روابط ثنائية هي بتكون إيش أرين أو اللي هو البنزين هالايد أو بالعربي هاليد الألكيل بيكون عندي المركب كله بس كربونوهايدروجين لكن مرتبط في ذرة أو أكثر من عراصر المجموعة السابعة اللي هنا منسميهن الهالايدز أو الهالوجينز اللي هنا فلور كلور بروم ويود بما أن اسمهن هالوجينز فسمينا المركبات هالايدز أو الهالد الكيلز بيكون عندي أحد الكربونات مرتبطة بأحد ذرات المجموعة السابعة الألكوهول بميزه وجود الأو أتش مرتبط بأحد ذرات الكربون إذن مركب برده بيكون كله كربونوهايدروجين لكن واحدة من الكربونات أو أكثر طبعا مرتبطة بأو أتش أو أتش أنا بيدلني على ألكوهول الإيثارات اللي بتتميز بأنه في عندي كربونتين مرتبطين مع بعض عن طريق أكسوجينة في الوسط بيناتهم يعني في عندي كربونة مرتبطة بالأكسوجين والأكسوجين من الجهة الثانية مرتبط بكربونة ثانية باقي المركب كله كربونوهايدروجين الأمين مركبات الأماين هاي اللي فيها نايتروجين بيكون بتكون عندي نايتروجينة عاملة ثلاث روابط وعليها زوج إلكترونات غير رابطة نايتروجينة عاملة ثلاث روابط وعليها زوج إلكترونات غير رابطة طبعا روابطها غالبا يا كربون يا هيدروجين وباقي المركب كله بس كربون وهيدروجين تمام؟ هنا يا كربون يا هيدروجين وباقي المركب كله يا كربون يا هيدروجين بس في عندي في المركب نايتروجين عاملة ثلاث روابط وعليها زوج إلكترونات غير رابطة نايترايل إذا بدك تحفظها من كلمة التراي اللي الموجودة في كلمة نايترايل اللي هي نايتروجين عامل رابطة ثلاثية وحدة مع الكربون يعني مش عامل ثلاث روابط مختلفات مع ذرات مختلفة رابطة ثلاثية وعلى أزوج إلكترونات غير رابطة بيسميه نيترايل وإذا بتكون حفظوها من كلمة تراي الموجودة فيه إنها رابطة ثلاثية الفنكشنال الجروب اللي بعديها هي النايترو ضح ذلك إنه عندنا ثلاث أشياء للنايتروجين لازم نميز بينها النايترو بيكون نيتروجين عامل رابطة ثنائية مع الأكسوجين ورابطة وحادية مع الأكسوجين وباقي والرابطة الثالثة أو اللي هي الرابعة فعليا لأنه هون عندي رابطة ثنائية بتكون مع سلسلة كربون وهايدروجين فالنايترو بيكون عندي من نيترو لآخرها O نيتروجين مرتبط بأكسوجينتين واحدة رابطة ثنائية واحدة رابطة أوحادية والباقي مع سلسلة كربون الثيول هو إشي مشتق من الألكوهول الألكوهول كانت O H الثيول بتكون إيش S H بدل الأكسوجين سلفر ألديهايد بميزه أنه في عندي طرف بيكون عبارة عن كربون عمل رابطة ثنائية مع الأكسوجين ورابطة أوحادية مع الهايدروجين هاي دائما موجودة على الطرف مش ممكن تكون في الوسط يعني لازم تكون هاي هيدروجين مش كربون لأنه إذا كانت كربون بيجي عندي المركب اللي بعده هو الكيتون الكيتون اللي هو كربون عمل رابطة ثنائية مع الأكسوجين ورابطة مع الكربون من الجهتين طبعا إذا كان مثلا كربون عامل رابطة ثنائية مع الأكسوجين ومن الجهتين عامل رابطة مع الهايدروجين بيكون تابع للألديهايد طيب كاربوكسيليك أسد اللي هي كربون عامل رابطة ثنائية مع الأكسوجين ورابطة أحادية مع الأكسوجين والهايدروجين الأستر اللي هي كربون عامل رابطة ثنائية مع الأكسوجين عامل رابطة اوحادية مع الاكسوجين والاكسوجينة هاي اللي لحالها عامل رابطة اوحادية عامل رابطة اوحادية ثانية مع كربونة ثانية يعني بهذا الشكل عندي هذا بسميه الاستر وفي عندي الامايد اللي هي كربون عامل رابطة اوحادية مع الاكسوجين وعامل رابطة اوحادية مع النيتروجين والنيتروجين عامل رابطين ثانيات مش مهم شو همه واخر شي عندك الكاربوكسيلك اسد كلورايد كربوكسيلك أسد نفس صيغة الكربوكسيلك أسد كربون عامل رابطين ثنائيات أو رابط ثنائية مع الأكسوجين لكن آخره كلورايد لأنه رابطه الأحادية مع الكلور هاي الفنكشنال جروب كل هيتهم مطلوب منكم حفظهم مع صيغة كل واحد فيهم اسمه مع صيغة تحتهم وبيجيكم أسئلة عليها بهذا الشكل قولك the following compounds the following compound is atropine هذا المركب هو مركب الاتروبين ولك which of the following functional group is not in atropine مين من هذول الفنكشنال جروب مش موجودة بالاتروبين ببدأ فيهم واحدة واحدة الكهول الكهول قلنا هي عبارة عن OH بدور هل في عندي في المركب OH عندي والله هون كربونة مرتبطة بيش بOH إذن أنا عندي الكهول طيب بي كيتون كيتون قلنا كربونة عامل رابط ثنائية مع الأكسوجين ومرتبطة من اليمين بكربون ومن اليسار بكربون هل في عندي في المركب رابطة ثنائية مع الأكسوجين عندي واحدة منها واحدة بس اللي هي رابطة ثنائية مع الأكسوجين هاي الكربونة عاملتها بس من جهة من جهاتها كربون والجهة الثانية فيه عندي إيش؟ أكسوجين إذن أنا فعليا ما عندي في هذا المركب صيغة كيتون وإجابتي هي بي لكن نشوف باقي الخيرات سي حط لي الإستر الإستر شو كانت صيغته؟ كربون عامل رابطة ثنائية مع الأكسوجين ورابطة وحدية مع الأكسوجين والأكسوجين مكمل مع الكربون هاي كربون عامل رابطة ثنائية مع الأكسوجين ورابطة وحدية مع الأكسوجين والأكسوجين عامل رابطة وحدية مع الكربون الكربون إذا أنا عندي أستر أماين قلناه إليه نيتروجين عمل رابطة ثلاثية هاي النايتروجين العندي الوحيدة في المركب عملي رابطة مع الكربون هون ورابطة مع الكربون هون ورابطة مع الكربون هون فأنا برضو عندي أماين أرين قلنا هي حلقة البنزين إلي هي حلقة سداسية فيها ثلاث روابط ثنائية عندي إياها برضو فبيكون الجواب عندي كيتون طيب بيقولك The following is the structure of soul اللي هو الصابونة which of the following functional group is found in it مين من هذول الـ functional group موجودة فيه بطلع كله عبارة عن سلسلة كربون آخرها في عندي كربون عامل رابطة ثنائية مع الأكسوجين ورابطة أحادية مع الأكسوجين ما بتهم لي هاي الأن إيه تمام إذن رابطة ثنائية مع الأكسوجين ورابطة أحادية مع الأكسوجين طبعا أكسوجين سالب هي نفسها لما يكتب لي أكسوجين وهايدروجين بس بيكون خسر الهايدروجينة فصارت أكسوجينة سالبة فهاي ما بتأثر عندي على الإجابة المهم إنه كربون عامل رابطة ثنائية مع الأكسوجين ورابطة أحادية مع الأكسوجين الثانية واللي هي صيغة الكربوكسيلك أسد اللي هي الحمض الكربوكسيلي الآن عشان نعرف نتعامل مع المركبات العضوية من هون لآخر المادة لازم نتعرف على الصيغ اللي بتنكتب فيها هاي المركبات في عنا إحنا مبدئيا صيغتين الصيغة الأولى اللي هي الصيغة الهيكلية اللي هي بتكون بهذا الشكل عشان نعرف نتعامل مع هايش الصيغة لازم نفهم شغلتين الصيغة هاي بتكون على شكل خطوط طالعة نازلة طالعة نازلة وممكن ينتج يطلع منها كمان زي تفرعات زي هيك تمام اللي بهمنا نعرفه إنه كل منطقة تقاطع أو كل خلينا نقول منطقة تغيير اتجاح اللي هي هاي وهاي وهاي وهون وهون في عندك بالحلقة كمان هان وهون وهون محل كل يعني مكان تغير فيه الاتجاح كل واحدة فيهم بتعبر لي عن ذرة كربون كل واحدة من هذول عبارة عن ذرة كربون طيب بالنسبة للأطراف إذا الطرف كان متروك لحاله زي هيك وما في عليه ولا شيء بتكون فعليا هاي برضو ذرة كربون وهاي كربون لكن نفترض إنه كان حط اللي زي هيك ذرة أكسوجين معناها هذا الطرف مش ذرة كربون هاي فعليا ذرة الأكسوجين الأشياء الوحيدة اللي بنرموز لها بالتقاطعات هي الكربون الهايدروجين ما منعبر عامنه بالتقاطعات يعني التقاطع هون مثلا اللي كان طالع وصار نازل إجباري هاي ذرة كربون هاي أبدا مش أي إشي ثاني الذرات الثانية أكسوجين نايتروجين سلفر فوسفور كل إشي بده يحط ليها بحط ليها بصيغته الأصلية يعني لو بده يحط لي تفرع هون كلور بيكتب ليها كلور إذا حط ليها تفرع بدون ولا إشي معناها التفرع هون هو عبارة برضو عن كربون تمام إذن هاي أهم شغلتين يعرفين كل تقاطع نقط أو كل مكان خلينا نقول بيغير عنده الخط اتجاهه بيعبر لي عن ذرة كربون زي هون عندي هاي وحدة هاي ثنتين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة والأخيرة كاتب ليها بصيغتها الكربون عشان يربطها بالأكسوجين ممكن إنه كمان يخليها زي هيك خلنا نرسمها إنها تكون هاي الكربون ويعمل لي هيك أكسوجين ويعمل لي هيك يعني يخليها على شكل نقطة ما يكتب ليها بصيغة درقة الكربون عادي أي كربون ممكن نعوض عنها ب اللي هي اللي هي نقطة اللي هي مكان تغيير الاتجاه تاعة الخط لكن أي ذرة ثانية بدي أكتبها بصيغتها الصريحة الآن بيظل عندي إيش أعرف عن الهايدروجين حكينا عن الكربون وعن الذرات الثانية كلها هيتم بيظل عندي أعرف عن الهايدروجين دائما معروف قاعدة عن الكربون لما حكينا بالهايبروديزيش انتبعها إنه الكربون بحب يعمل أربع روابط عشان يوصل وضع الاستقرار دائما هاي القاعدة احفظوها دائما إنه الكربون دائما بحب يعمل أربع روابط فدائما لما أجي أطلع على هاي الصيغة الخطية كل مكان بكمل فيه على الأربع ذرات هيدروجين كيف يعني؟ بتطلع مثلا هنا عندي أكسوجينة أكسوجينة لا ما إلي فيها أنا باجي على الكربون بس هاي النقطة التقاطع هي عبارة عن كربونة عاملة رابطة على اليمين ورابطة على اليسار كم ناقصها؟ ناقصها كمان ثنتين فبعرف إنه في عندها رابطتين مع الهايدروجين ما بنكتبهم بصيغة المركب بس لازم أعرف إنه أنا في عندي ثرتين هيدروجين هون باجع هاي الكربونة عاملة رابطة ثنتين ثلاث بعرف إنه ضيلها رابطة واحدة مع الهايدروجين برضو ما بتنكتب بالصيغة الهيكلية هاي لكن أنا لازم أكون عارف إنه هاي الكربونة لسه عليها هيدروجينة وهاي هي نقطة إضافة الهايدروجين اللي قلت لكم ما تخربطوها مع الفورمال شارج لما يجيب لي صيغة مركب ويقشر لي على ذرة فيه ويقول لي احسب الفورمال شارج بحسبها زي ما هي بينما بالصيغة الهيكلية هاي بدي أكون عارف إنه أنا في عندي هيدروجين هون وهايدروجين هون مثلا لهاي الكربونة اللي عليها ثنتين هاي عاملة ثلاث روابط ناقصها هيدروجينة هون وهكذا لكل المركب يعني لو نيجي على هاي الكربونة اللي على الطرف ناقصها ثلاث روابط مع هيدروجين واللي هون عاملة روابطين في ناقصها ثنتين وهي ناقصها ثنتين كل واحدة فيهم ناقصها ثنتين لحديت الأخيرة الأخيرة ما ناقصها ولا هيدروجينة لأنها عاملة أربع روابط تمام؟ ليش بهمني أعرف هاي النقطة؟ لأنه الصيغة الثانية اللي بتيجيني فيها المركبات العضوية هي إيش؟ الموليكيلر فورميلة أو الصيغة الجزئية بيكون كاتب للمركب على صيغة أعداد ذرات زي هيك مثلا يعني هذا المركب فيه ثلاث ذرات كربون سبع ذرات هيدروجين وذرة أكسوجين فممكن يجيب لك المركب الصيغة الهيكلية ويطلب الموليكيلر فورميلة وممكن أنه إيش؟ العكس فكرة من الموليكيلر فورميلة بس أني أعرف قديش في عندي ذرة من أي نوع الأمثلة بتيجي بهاي الصيغة قل لك هذا هو المركب فيتامين C بدي يعني أعرف شو الموليكيلر فورميلة بأعد كل نوع ذرات لحال ببلش بالكربون من أي مكان بديها ببلش أعد بس لازم أنتبح عشان ما تخربطوا أعد نقطة مرتين هاي النقطة ما بتعتبر كربون لأنها فعليا هي الأكسوجين المرتبط بالهايدروجين فهي مش كربون ببلش من هون هاي عندي وحدة هاي نقطة تقاطع ثانية ثنتين هلأ هذا الخط الغامق والخط المنقط برضو يعتبروا روابط تفسيرهم وليش مكتوبين زي هيك رح نتعلموا لقدام كثير بشابتر خمسة مبدئيا نعرفوا إنه هو رابطة زي وزي أي خط مستقيم تاع رابطة ما بفرق عن هب ولا إشي تمام؟ إذن هاي عندي ذرة كربون هاي الثانية هاي الثالثة عندي هون الطرف هذا مش ذرة كربون لأنه فيه أكسوجين إذن هاي عونة عندي ثلاث باجي ألف من فوق بلاقي أكسوجينة إذن هاي مش كربون فبنزل تحت هاي هون أربعة خمسة وهاي هون إيش ستة والباقي كله الأطراف عليه أكسوجين فأنا عندي ست ذرات كربون وهي الموجودة بكل الخيارات ست ذرات كربون باجي أعد الأكسوجين أو أي نوع ذرات ثاني موجود لأنه واضح بس ثناء الهايدروجين يعني أكسوجين نايتروجين كله بيكون مكتوب بصيغة صريحة في الذرة فبعد كم عندي هاي وحدة ثنتين ثلاث أربعة خمسة هاي ست أكسوجينات فالأكسوجين عندي منه ستة فبسثني خيار ألف لأنه عندي فيها خمس أكسوجينات بيظل عندي بيو سي ودي باجي أعدل هيدروجين في عندي هون مع الأكسوجين هيدروجين هاي واحد هاي اضرت الكربون ناقصها هيدروجينتين فانها عامل رابطتين هاي اثنين ثلاث هاي الكربونة عامل ثلاث روابط فناقصها هيدروجينة وحدة هاي أربعة هون عندي وحدة هاي خمسة هاي عامل ثلاث روابط ناقصها وحدة هاي ستة هاي الكربونة عامل أربعة روابط هون رابطة ثنائية وهون واحدة وهون واحدة إذن ما زدنا عليها ولا إشي هاي سبعة اللي مع الأكسوجينة هاي هاي الكربونة نفس الشي عامل أربعة روابط مش بحاجة إشي هاي الهايدروجينة اللي مع الأكسوجين هاي ثمانية هاي الكربونة برضو عامل أربعة روابط والأكسوجينة هاي ما عليها هيدروجين وهي ما عليها هيدروجين إذن لحد الآن صار عندي كم ثمن ذرات هيدروجين فصيغة المركب عندي C الموليكيلر فورميلا هي C6H8O6 هيك بعدهم بعد كل نوع من الذرات لحال عشان ما أتخربط وبمشي بترتيب معين برضو عشان ما أتخربط أو أعد شغلة مرتين مثال ثاني كلك which of the following structural formulas has the molecular formula C6H12 يعطيني صيغة 6 ذرات كربون و 12 ذرة هيدروجين وبسألني من من هذول لها هاي الصيغة كون الخيارات فيها أكثر من واحدة من هذول معناها بدي أضطر أشوف لكل واحدة فيهم لحالها الحلقة هاي بتتكون من 6 ذرات كربون اللي هي حلقة السداسية هاي هاي ثلاثة أربعة خمسة وهي ستة ست ذرات كربون إذن C6 تأكدت ظلت أكد إذا عندي 12 هيدروجين كل واحدة من هذول الكربونات عاملة رابطين وناقصها هيدروجينتين فهي نقصها ثنتين وهي نقصها ثنتين وهي ثنتين وهي ثنتين وهي ثنتين والأخيرة برضو ثنتين فبطلع عندي 12 ذرة هيدروجين إذن C6H12 مبدئيا مركب رقم واحد عندي صحيح لكن بدي أشوف الباقيات باجي بتطلع على اللي بجنبه حلقة سداسية إذن أنا عندي 6 ذرات كربون طيب بدي أتأكد هزل هيدروجين ستة ولا لا هاي الكربونة عاملة ثنتين نقصها ثنتين هاي عاملة ثلاث هاي واحدة هون وهون رابطة ثنائية نقصها واحدة وهاي نقصها واحدة والباقي نفس الشيء ثنتين 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 لما أجي أعد كم هيدروجينة واحد ثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة مش تناش إذن مركب رقم اثنين غلط باجي عمركب رقم ثلاث الطرف هنا مش محطوط عنده ولا ذرة إذن هاي كربونة وهاي كربونة وهاي كربونة وهاي كربونة وهاي كربونة وهاي كربونة إذن أنا عندي 6 كربونات لا تأكد هزل سمن الهايدروجين هاي الطرف عاملة رابطة واحدة إذن نقصها ثلاث روابط نقصها واحدة وهاي عاملة ثلاث روابط نقصها واحدة وهاي عاملة ثلاث روابط نقصها واحدة والطرف هون إيش نقصه ثلاث روابط واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بما إنه مش تناش إذن مركب رقم ثلاث برضو مش هو اللي إله هاي الموليكيولار فورميلة مركب رقم أربعة أنا عندي حلقة خماسية فيها خمس ذرات كربون يعني أتأكد من الاثناش هاي طرف لها ثلاث إلكترونات هاي عاملة ثلاث روابط ضيلها الرابعة وهاي عاملة ثنتين ضيلها ثنتين وهاي ثنتين ضيلها ثنتين وهاي ثنتين وهاي ثنتين باجي أعدهم هاي واحد ثلاث أربعة خمسة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداعش ناش إذن مركب رقم أربعة فيتا ست كربونات وحد عشر نيتروجينة بشوفش مركب رقم خنسة الحلقة رباعية اللي هون مربع يعني فيها أربع كربونات هاي واحدة ثنتين ثلاث أربعة لكن طالع منها تفرع هاي خمسة وهي ستة هاي عندي ست ذرات كربون بيظل أتحقق من عدد الهايدروجين هاي الطرف واحد ثنين ثلاث وهاي هنا ناقصها ثنتين هنا ناقصها واحدة هنا ثنتين هنا ثنتين هنا ثنتين واحد ثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش اتناش. اذا مركب رقم خمسة. كمان اه سي سيكس اتش تولف. اذا الاجابة عندي بتكون فرع سي. مركب رقم واحد واربعة وخمسة. بي عندي منهم اه ست ذرات كربون واثناشر ذرة هايدروجين. هون لازم اضيف ذرات الهايدروجين قبل ما اعد. عشان اشوف الموليكيلا فورميلا للمركب. بينما لما بدي احسب ما بضيف ولا اشي. زي ما اشترلي عليه. بحسبها. اخر موضوع عنا في الشابتر هو موضوع الايزومرز. تعريف الايزومرز بيقولك موليكيولز هي مركبات. with the same number and kind of atoms but differ in the arrangement of bonds. شو يعني? يعني لهم نفس عدد الذرات. نفس الموليكيلا فورميلا يعني. لكن بختلفوا ايش? بالترتيب. يعني لو نرجع للمثال اللي شرحناه قبل شوي. واحد واربعة وخمسة يعتبروا ايزومرز. كلهم لهم نفس الصيغة اللي هي C6H12. لكن كل واحد فيهم يترتب بشكل مختلف عن الثاني. هذا هو تعريف الايزومرز. في عنا طبعا عدة انواع للايزومرز راح نتعرف على بعضها هسا وبعضها لقدام في المادة. اللي عنا اياه هون هو الايزومرز او اللي بنسميهم ايزومرز. بيقولك هاف دا سيم موليكيلا فورميلا با ديفرنت ان دا ستركترال فورميلا. اللي هو زي اللي هون. اللي هم نفس الموليكيلا فورميلا اللي هي الصيغة الجزئية هاي. وبختلفوا بالستركترال فورميلا. استركترال يعني بنائية. الصيغة البنائية لما اجي انا ابني المركب بيطلع معي الشكل مختلف. مرة حلقة سداسية. مرة حلقة خماسية مع تفرع. ومرة حلقة رباعية مع تفرعين. هذا هو الاستركتر او البناء تبع المركب. فبما انه الاختلاف بينهم بالستركتر او البناء بنسميهم استركترال ايزومرز. او لهم اسم ثاني اللي هو الكونستيوشنال تمام؟ لأن الاختلاف بينهم بالstructural formula شوف الأمثلة يعني فيهم نفس عدد الذرات من كل نوع لكن ايش؟ بختلفوا بس بالترتيب المركب الأول عندي كربون ثلاث كربون هيدروجين عندي هون ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة هون ثمانية ثمانية هيدروجين وعندي واحدة أكسوجين مركب رقم اثنين عندي كربون ثنتين ثلاث برضو عندي ثلاث كربون هيدروجين عندي هون ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية برضو عندي ثمانية هيدروجين وعندي واحدة أكسوجين إذن مبدئيا مركب رقم واحد واثنين هم constitutional isomers لأن لهم نفس الصيغة اللي هي C3H8O1 أو اللي هي O لكن اختلف عنا بناءهم لما بنيتهم مرة الOH كانت على الطرف ومرة الOH كانت في نص المركب ننكمل لأنه ممكن يكون عندي أكثر من اثنين هون عندي وحدة اثنين ثلاثة كربون هيدروجين عندي هون ثلاث وهون ثلاث هاي ستة هاي سبعة هاي ثمنية برضو تمانية هيدروجين وعندي أكسوجينة واحدة إذن برضو مركب رقم ثلاث معنا بال ومركب رقم أربعة حط لي كربون اثنتين ثلاث ثلاثة كربون هيدروجين عندي ثلاثة وثلاثة ستة هيدروجين بدون ما اكمل هذا مش معهم اذا الاجابة عندي اللي هي فرع بي طيب صار رقم اثنين يعني اي من هاي الصيغ لا تعتبر ايزومر مع الباقيات يعني اربعة من هذول الخمس اشكال اللي عندي عبارة عن ايزومر وواحد منهم لا كيف بدي اتأكد بدي ابلش احد الذرات اللي عندي طبعا الذرات الموجودة عندي هون بس كربون اللي هي نقاط التقاطع والهايدروجين المخفي عليهم باجع المركب الاول كربونة ثنتين ثلاث اربعة خمسة ستة عندي ست ذرات كربون فرع بي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة وهون عندي ستة اذن برضو عندي ستة كربون فرع سي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة اذن عندي ستة كربون دي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة كربون اعتقد بيّنت الاجابة بس نتأكد من فرعي اللي هو واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة اللي هي الاطراف هاي مع اللي في الوسط هون وهدول الثنتين. طبعا الاصل اعرف الكربون والهايدروجين لكل مركب. وابلج اقارنهم ببعض. لكن ممكن اسهل على حالي واعدل الكربون بالبداية. لانه ممكن يكون الجواب عندي اختلاف بس بالكربون. فالاجابة عندي دي. سؤال رقم ثلاث. قولك. اه فائدتها النفي. وسايكليك يعني حلقي. يعني صياغ غير حلقية. يعني سلاسل هيدرو كربونية زي هذولة اللي فوق. الطريقة اللي الوحيدة يعني اللي انا بعرفها عشان نجاوب هيك اسئلة هي اني بدي اجرب وبدي ارسم لحالي. يعني مثلا بدي ارسم اربع ذرات كربون. بعدين احط الست ذرات هيدروجين. مثلا بحط للطرفية هاي ثلاث. وللطرفية هاي ثلاث. فبظل عندي الوسطانيات هذول اللي ما استقروا بعمل لهم رابطة ثلاثية. اساسا الصيغة هاي المكتوبة هي صيغة الكاين. لبين من تعرف على الكاين بشابتر ثلاث بتعرفوها. لكن مبدئيا يعني متوقع جدا اني الاقي في رابطة ثلاثية. او مش متوقع جدا هو الاصل في رابطة ثلاثية. ممكن ارسم له صيغة ثانية اني احط رابطة الثلاثية هون. اه هون. بين هذول الكربونتين اللي على الطرف. واغير توزيع ذرات الهايدروجين تباعا لهاي الحركة. بس اه ما مقدر احطها على اليسار. لانو اذا حطيتها على اليمين. ورجعت حطيتها على اليسار راح يطلع عندي نس المركب. ما راح يفرق اشي غزي كني اطلعت عليه بس اه من جهة ثانية. فخنا وارجيكم اياها مثلا. حطيت الرابطة الثلاثية على الطرف هون. فضلت لها هايدروجين. وهنا كملت الكربونتين اللي ظلوا. هاي عليها ثلاثة هايدروجين. وهي عليها ثنتين. تمام? هيك بكون استعملت ست هايدروجينات. نفس الشي لما احطها على هذا الطرف. راح يصير نفس الشي بس انو ايش? بالعكس. فهنا بحسبها عن مركب واحد. اذا هاي عندي واحد. هاي الثاني. والثالث. اني بدل ما احط اه شو اسمه? رابطة ثلاثية. هنرسمها تحت. يعني هي بس شغل التجريب. وبعدد الذرات اللي عندك شو انت بتقدر اه تعمل فيهن. ممكن مثلا احط بدل رابطة ثلاثية رابطتين ثنائيات. حط واحدة هون وواحدة هون. مثلا او واحدة هون وواحدة على الطرف الثاني. هاي مثلا القصة هيدروجينتين. هاي ولا اشي. هاي هيدروجينا وهاي ثلاث. هاي هيك بكون استعملت ستة. فهو يا رابطة ثلاثية يا رابطتين ثنائيات. واتباعا لهاي الحركة يعني بعمل الباقي. طبعا هاونا برضو بنفعش احط هاي الثنائية على الجهة الثانية. لانو رح يصير نفس المركب بس بالعكس. فهون بحسبه برضو عن واحد. او اني بحط هالثنتين على الطرف. بكمل لهاي الهايدروجينتين ولهاي الهايدروجينتين وهون واحدة وهون واحدة بكون استعملت ستة. هاي هي الافكار الموجودة. ببطلع عددهم عندي اربعة. تمام? هي الشغلة شغلة تجريب. صيغة المركب. آآ رح نتعلم من هون لقدام انه هاي الصيغة اللي هي هي صيغة الكاين والاصل مركت عليكم من قبل بالمدرسة. ببدأت تكون عارف انه في عندي رابطة ثلاثية او زي ما تعودنا من قبل انه رابطة ثلاثية يكافئها رابطين ثنائيات. فرابطة ثلاثية او رابطين ثنائيات بحاول اصنع عندي الاشكال الممكنة. بطلع معي اربعة. بالعادة بالامتحان اذا بدو يجيكم تيجيكم صيغ بسيطة زي هيك ما بيجي اكثر من هيك لانه كل ما زاد عدد الكربون رح يزيد عندي الخيارات. تمام? مثال اه رقم اربعة. بدو استركتر الايزومر لهذا المركب. هذا المركب كم كربونة فيه? واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة. خمسة كربون. وكم هيدروجينة فيه? ثلاث خمسة سبعة تسعة وطناش. اتناشر هيدروجينة. ما في عندي اي انواع ذرات تانية. فابدي اشوف مين من هاي المركبات. فيتو خمس كربونات وطناشر هيدروجينة. هون عندي واحد. اتنين ثلاث اربعة خمسة. طيب والهايدروجين. ثلاث وخمسة سبعة تسعة. وهي عندي اه اتناش. رح افكر للحظة انه هاذا المركب هو الاجابة الصحيحة. لكن رح نكتشف بعدين انه غلط. لابين ما نشوف باقي الخيارات بفهمكم ليش. فرع بي عندي كربونة تنتين ثلاث اربعة خمسة ستة فورا بس اثنين. فرع سي عندي سي اتش ثري باي تو. هاي باي تو لكل اللي جوا يعني عندي كربونتين وست هيدروجينات. بضرب اثنين في كل القص. فعندي هون كربونتين هاي ثلاث هاي اربعة برضو بس اثنين لانو انا بدي خمسة. فرع دي سي اتش ثري سي اتش هاي بواحدة ثنتين ثلاث وهون عندي اربعة خمسة لانو عندي الكربونة هي مضروبة اثنين. انا عندي خمسة كربون. طيب كم هاي يدروجينة? ثلاث خمسة هاي ستة وهون عندي ستة بيصيروا عندي اتناش. اذن برضو هذا المركب من الاحتمالات الصحيحة. اه مركب اه رقم اي او فرع اي واحد اثنين ثلاث عندي اربع كربونات فبس اثنين. الان عندي اي وعندي دي وبدي اقرر بينهم. اما اطلع على صيغة المركب او اقار câmera بالمركب الاصلي. انا عندي اي اتش ثري مرتبطة بسي اتش تو. اتش تو مرتبطة بسي اتش تو ثانيه ثانيه مرتبطة بسي اتش تو وبعدها اتش ثري. نفس فعلياً صيغة المركبة الاصلية. مرتبطة ب 내 workshopNA. مرتبطة ب مرتبطة ب CH3. هنا CH3 مرتبطة ب visitor. medicine. CH2 CH2 CH3. بدل ما كانت ب turf jonها نزال ليها لتحت. هذا لا يعتبر estructural isomers هذا identical هذا المركب نفسه. طيب فرع D CH3 CH2 CH وعاملي CCH3. هذا يعني هون فلنكتبهن بدون ال H اختصارا. هاي الثانية. هاي الثانية. هاي الثانية. وعليها يعني انا عندي هيك. هون وهون صيغة المركب هاي البنائية بتختلف عن هاي. هاي سلسلة خط كامل. وهاي سلسلة خط كامل. لكن هون انا عندي شو هاي الخط? وفي عندي تفرع طالع منه. فبيكون فعليا فرع دي هو ننتبه لهاي الشغلات لانه الكيميا العضوية بحاجة لشوية مرونة في التعامل معها. مش اذا نزل الرابطة لتحت يعني تغير المركب. هاي نفسه بالضبط. لساته خط واحد. هون هيك احنا بنكون انهينا مادة شابتر ون. كل اشي فيها هو عبارة عن مراجعة من مادة كيميا مية واحد مع شوية اضافات جديدة. فصيغة الاسئلة اللي هي فكرة الاضافات اني انا ادي اتعامل في باقي المادة مع مع كربون واكسوجين ونيتروجين واهايدروجين. اه كلهم بعملوا روابط كوفيلانت فكان من الضرورة اني نراجع خصائص الروابط الكوفيلانت اللي تعلمناها بكيميا مية واحد. صيغة الاسئلة بتيجي مشابهة للموجودة بهاي الصفحة. عن الايزوميرز. اه برضو نفس اللي بيجي هون هيك بتيجي الاسئلة عن الفونكشنال جروبس. والاسئلة اللي موجودة بهاي الصفحة هي الاسئلة اللي بتيجي عليها الباقي المادة. للفورمال شارج او الهايبرودايزيشن نفس الشي بيأشر لك على ذرة وبطلب منك تحسب الهايبرودايزيشن. ويعطيكم الف عافية.